السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي عشاق متخبنا الوطني الجزائري مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة بداية أهم شيء أنك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضلا وليس أمر إخواني الكرام الاشتراك في القناة ليس لكم إخواني كل ما هو جديد ثاني من وقتك لايك للفيديو واشتراك في القناة وبعد نهاية الفيديو حط رايك في التعليقات بكل حرية صراحة على كل حال يوم موضوعنا على ثلاث لاعبين لتكلم عليهم اللابق الرسمي للفاف أو للاتحاد الجزائري في القدم سعيد فلاق أنه كان ثلاث مفاجآت ثلاث لاعبين صراحة سيكونوا في المتخب الوطني الجزائري يبتدأ من التربص المقبل وقال أيضا لفلاديمير بيتكوفيش هو اللي عمد أنه يبقى بنفس العناصر وهذا ما كل من نقوله سابقا أنه يستحيل أنك تشوف 25 لاعب أو 30 لاعب ثم عندك مبارايتين ونصريتين ويقول لك لا لازم تجيب لي بعض العناصر الأخرى اللي كانت يعني تعتبر كوادر في ما سابق لا هذا شيء غير منطقي وهذا شيء غير احترافي المدرب حر في خياراته لكن يتحمل المسئولية بعد كل نكسة لا قدر الله مطالب أنك تجي للجزائر تعقد ندوة صحفية تقول لنا علىها ما مشاش هاي علىها ما مشاش وتتحمل المسئولية سواء جبت لاعب ما كانش لعب اللاعب غير جاهز وجبته نحية لاعب عنده مستوى لكن يريد أنك تحترف بالخطأ ليس من أجل مقصة لا بل من أجل يعني تصليح هذا الخطأ لأنه لو كان ميكوش الكوتش هو اللي يعترف لك أنه أخطأ كيف نصلحه؟ لذلك لاحظنا في الأيام الخوالي أنه في كل نكسة من القاوش يعني لماذا أخفقت؟ قال أخفق لأنه ذا اللاعب خطأ خان أخطأ إبا التربص القادم نحوهم جبوا لاعبين جدد ونصلحوا الخطأ عادي الاحتراف بالخطأ عادي وهذا ما هو مطلوب من فرادمير بيتكوفيش تختار اللاعبين أنت حر جيب حدش اللاعب البطولة البلغارية الجزائرية الألمانية أنت حر كل مدرب عنده فلسفة نتاعه كل مدرب عنده نظر نتاعه للعبين هو شاف باللي هؤلاء اللاعبين هم هم لي يمشروعوا الخطأ نتاعه هم اللي يجيبوا له سي بوان في غينيا وأوغندا عفوا في الجزائر وفي أوغندا لك الاختيار الكوتش برسك جيب لعبين رانا معاك احنا رانا خلف المنتخب الجزائري جيب بوش حبيت لكن رجاء احنا نتمنى وإن شاء الله نتأهده لكن بعد الإخفاق لا قدر الله أنت مطالب أنك تجي للجزائر وتقول الله الله ما مشاش تعلمنا ما مشاش ليس من أجل مقصرة كما قلت لكم بل من أجل تصحيح الأخطاء فقط أنا ما كان إن شاء الله تطبقوا إن شاء الله نشوفوا عقلية احترافية لأنه صراحة لو كان من ديروش الطريقة هذه ما كاش تطور الاعتراف بالخطأ هو الصح ما يكفي أن جيت قولي أنا نتحمل مسؤولية ويتحمل مسؤولية بساعة له أخفقت على مثلا جبت لعبين ما يلعبوش إيبا تقول ما مشايت ليش فسكول جبت لعبين ما ما يلعبوش ما قدموليش استبحوا لي عادي مرة جاية اللاعب لي ما يقدمش يربح ولا اللاعب لي ما يلعبش ما نجيبوش لكن باش بعد الإخفاق ما نشوفوكش لا هذا شيء غير احترافي يا فلاديمير بيتكوفيش لنتمنى إن شاء الله ما توقعش في هذه الفكرة وإن شاء الله ما توقعش الفاف أيضا في هذه الفكرة فلاديمير بيتكوفيش ما هو إلا مدرب عادي عنده الحرية في خياراته بعد الإخفاق نتمنى إن شاء الله تكون يعني تعلمنا على كل مرة ننطال وطالب بلدوة صحفية هنا في الجزائر تقول لنا يعني تدافع عن خياراتك الشيء واضح لكن بعد نتائج سلبية أنت مطالب بالتعليل وستمحوا لي على هذه المقدمة الطويلة لأنه لو نشوف بعض الإعلاميين راهم يحبوا يشعروا في النار على ما جابش فلان على ما جابش فلان المدرب هو حر في خياراته يجيب لاعبين من الأمريكا لاعبين من الجزائر لكن ما هو مطلوب منه أنك بعد كل الإخفاق أنك تقول لنا علاش أخفقت وتحمل كمان المسؤولية على كل حال نجوز إلى لاعبين المحترفين صراحة اللي تكلم عليهم سعيد فلاق أنه راح يكونوا في أتربص المقبل بحول الله تعالى أولا هذا هو اجتهاد مني هذا اجتهاد مني صراحة لأنه لا شيء رسمي المواقع رايتقول أمامي على غاونويل قطرية جرائط إماراتية عندي مواقع فرنسية أمامي على كل حال مهمونيش لكن نمشي معه وحنا نقول وحبب حبب ونشوفوا الأسكولوجيك وش قالوا ونمشي لوجيك وش قالوا وتما رأيكم ما هيكون مهم في التعليقات أول خبر من غاونويل قطرية ويقول أنه رايين شرقي هو أول وفيدين للمتخب الوطني الجزائري رايين شرقي أن نعتبرها طارين لوجيك خصوصا بعد إبعاده من المنتخب الأولمبي يعني أظن أنه هناك بواد الخير أنه ينظم إلى المنتخب الجزائري رايين شرقي أيضا ممكن رويعاني معنا ديه ليون ممكن يكون سبب إبعاده من طرف تيريون ولا نعلم لكن هذه هي مصائب قوم أن نقوم من فوائده المصيبة ننتاعه أو مشكلة نقول لش مصيبة لكن تخدم المنتخب الجزائري نقوله للوراء رايين شرقي في كل مرة يعلق اللي على ديبوستا جزائريين يعني ومع مي مي ما نعش لما تقوله التمثل المنتخب بيقولها لك بصدرين راحب إن شاء الله يعني ما ملاعب لما شاف وش سرع مع قويري وش سرع مع حسيم عوار وش سرع مع زين دينزيدان وبنزيمة وأكبر دليل أنه فرنسا والله لا تحب الجزائريين عندك مستوى كبير تجيبك تستثمر فيك مبارات مبارتين ومبعد سلام عليكم وتريح حاج بك كما راح صاري الآن مع ياسين عدلي مسكين قبل ما يبدأ حبس استمنى المنتخب الأول ما عيطولوش سنة منتخب أولفي ما عيطولوش وما عيطولوش لأنه مستوى ضعيف وضعيف جدا حتى بيولي مورح بيولي لكل حال حتى دارة ميلان راهو دارة دارة في الليستا متاع المسرحين لذلك أول اسم هيتقول أنه رايان شرقي أنا أجده منطقي منطقي جدا الاسم الثاني مغنس أكيليوش بالإجمع كل القناة حتى الجزائريين أم يقولوا أنه رسميا راهو مع المنتخب الجزائري مدام المواقع الإعلامية الجزائرية ومواقع عربية لا أقول لك أنه مئة بالمئة لكن أيضا أجده خيار منطقي لأنه مغنس أكيليوش أيضا هو يدرك تماما أنه لما كانت لما كانت له مع أمبابي لما كانت له مع غريزمان لما كانت له مع كونتي وشواميني لما كانت له مع الدين بلا ما كان لك معهم أكيليوش عنده عروض خارج فرنسا مليح أنك تجيب بعد التربص نتمنش لكم في المنتخب الجزائري لكن لائب موهوب لائب صغير في السن لكن عندي ملاحظة في هذا الصدد نحن بحاجة إلى من؟ إلى رأس حربة نحن بحاجة إلى من؟ إلى اللاعبين محوريين لسنا بحاجة إلى لائبي وسط الميدان لكن معلش نبنو بهم المستقبل لأنه في الوسط عندنا رفيق قيطان مزا ما سيينهش أبراهيمي هو حيكون أساسي في كم المباريات إلى مال النهاية إلى على الأقل عامين عندنا أيضا فرث شايبي مزا ما داشت الفرصة نتاعه لم يقتنع به بيتكوفيتش هو حر هو حر في خياراته لكن باش نجيبوا لائبين في كل مرة إشباع في منصب نجيبوهم بعد يروح بعد يلعب مباراة يقول لي على عامين لا أنا من الأحسن المذبيا نشوف رايان شرقي تيتي لير بالصح بلست من بلست من عندك على الجهة اليوم نعمورة عندك أمين جويري سعيد بن الرحمة وسط الميدان ياسين إبراهيمي ممكن يلعب في وسط الميدان ممكن أما بتقول إذا نجيبوا لائب جناح عندك باشير بلومي وعندك بواناني وعندك يعني إشباع لا ندري على كل حال تلقى خيارات المدرب مش رهو في رأسه لا نعلم أما اللائب الثالث رام يقولوا كل المواقع أنه لحد الساعة لم يفصح عنه إلا رام يقولوا أنه هو لائب في البطولة الإنجليزية يعني نزيدكم من الشعر بيتا يقولون عنه أنه مدافع والله رام نحوز تقريبا في كل أندية لحد الساعة لحد جذع الفيديو ماذا ما لقيتش مدافع في البطولة الإنجليزية عنده يعني تفكرت كين واحد صراحة ما شيف في القسم الأول لك ما نقوله ما شيف ترمير ليك في الشابيون شيب كين كين ثنين قاعد هذا إن شاء الله هندر عليها فيديو آخر لو كابها تفكرته إلا حدكم مكاش إسم أطهوا لي مباشرة في التعليقات روحوا قبلنا نحوز عليها ديركت باش نعرفوا وشكون هذا اللاعب أو المدافع لنعرف البطولة الإنجليزية أما في قضية ميشيل أوليز ما كان حتى موقع رو يتكلم على أنه رسميا رح يكون ميشيل أوليز والله أعلم ممكن ميشيل أوليز هو ليكون حاضر وهذا ما شفوه مش لكن نقول لكم فقط في نهاية الفيديو أنه هذا هو اجتهاد مني وليس بصفتين رسمية اجتهاد مني ولياني نمش معهم حبة حبة إذا نحن ابن خاوتنا شاركونا برأيكم في التعليقات من طبو شاركونا أكثر من هذا أي شيء حقوقنا في صندوق التعليقات رأيي انتقاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى